بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نون والقلم وما يسطرون دين الإسلام الذي أرسل ربنا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بهذا الدين وبهذه الشريعة هو دين العلم هذا الدين يعتمد على العلم ويدعو إلى العلم وإلى أدواته كتابنا هو القرآن القرآن من القراءة هذه الكلمة القرآن مشتقة من القراءة قراءة أول آية نزلت على الرسول في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنت ترى كتابا عنوان الكتاب جدا مهم إذا المؤلف يختار عنوان لكتابه عنوان يعكس ما في هذا الكتاب أول آية أو أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله هذه تتضمن عنوان هذا الدين الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم نون والقلم وما يسطرون الله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم والرسول صلى الله عليه وآله في حياة أيضا أولى هذا الأمر أهمية كبيرة في غزوة أحد في غزوة بادر المسلمون كانوا في فاقة شديدة في غزوة أحد لكن قبل ذلك المسلمون كانوا في أشد الحاجة لذلك الآية تقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الخصاصة شدة الفقر مو فاقر شدة الفقر في غزوة بادر أسر من المشركين سبعون سبعين واحد من المشركين أسروا في غزوة بادر استحبوهم إلى المدينة المنورة والمفروض أن المشركين يدفعوا فدية زين أكو حاجة مالية كبيرة ما هي الفدية التي جعلت هذه معروفة أي واحد من المشركين كان يعرف القراءة والكتابة فديته أن يعلم عشر من أطفال المسلمين القراءة والكتابة يعني الرسول صلى الله عليه وآله رجح تعليم القراءة والكتابة على المال الذي كان المسلمون في أشد الحاجة إليه أي اللي ما كان يعرف القراءة والكتابة من المشركين هذا بفدية مالية أطلق صراحة نحن في علائم الإمام كيف تعرف أن هذا الرجل إماما العلامة الأولى وهي العلامة الأصلية النص لأن الأئمة معينون من قبل الله سبحانه وتعالى وتعيين مباشر عندنا رواية في أصول الكافي موجودة رواية مفصلة أن عظمة الإمامة بحيث أن جبرايل ما كان واسطة فيها جبرايل واسطة في الواحي لكن الله سبحانه وتعالى لعظمة الإمامة لم يجعل جبرايل واسطة في إبلاغها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإنما في المعراج في المعراج عندما دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى في المعراج جاءت مشافهة ها نص الرواية مشافهة يعني الله سبحانه وتعالى خلق الصوت وخاطب الرسول مباشرة بخلق الصوت بدون واسطة ومو في الأرض في السماء فالرسول صلى الله عليه وآله بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وكل إمام كان يبلغ بالنسبة للإمام الذي بعده زين لكن كثير من الأحيان الأئمة كانوا في تقية بل قد كانوا يخافون على الإمام اللاحق من القاتل لأنه السلطات الأموية والعباسية كانت تريد تستأصل هذا البيت الطاهر فأي واحد يحتمل في أنه يكون إمام معرض للخطر هذا سيد محمد سبع الدجيل معروف في طريق سامراء يزار هذا الإبن الأكبر للإمام الهادي ومات وعمره 22 سنة في طريقه إلى الحج حسا بالتاريخ ما مذكور سبب موته لكن حدث شاب عمره 22 سنة في طريقه إلى الحج يعني مو مريض يروح كذا شلون فيه أوالي الطريق يموت يعني يكون علامة استفهام لأنه يحتملون أنه هو كان الإمام فلذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا في كثير من الأحيان يبينون الإمام الذي بعدهم الناس ما يدرون فشنو هي العلامة أكو في بعض الأحاديث هذا بين قوسين نذكره يقول إحنا في خراسان مثلا في مناطق بعيدة يبلغنا نبأ وفاة الإمام ما ندري الإمام اللي بعده منه هو والاعتقاد بالأئمة من أصول الدين إذا واحد ما أعتقد بأحدهم هذا باطنا كافر أصلا لأن من لم يعتقد بأصل من أصول الدين فهو كافر حتى لو بالظاهر يحكم عليه بالإسلام زيان إحنا بخراسان الخبر يوصلنا أن الإمام الصادق توفي مثلا منه الإمام اللي بعده ما ندري إسا الخبر إلى أن يوصلنا يطول ثلاث أربعة شهر فماذا نفعل الإمام يقول أنه أرسلوا إلى المدينة من تثقون بهم يستطلعون الخبر يكتشفون أنه منه الإمام الذي نص عليها الإمام اللي قبله ويجون ويرجعون لكم ويخبروكم هذا يمكن يطول ستة شهر سبعة شهر ثمانة شهر زيان هالفترة أكو ناس يموتون شنو حكمهم هو في عاصر إمام ذلك العاصر لا يعرفه ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية شنو حكم هذا هو هم ومقصر هو عايش في بلد بعيد فهنا في الأحادث أنه هؤلاء في عذر يعني الله سبحانه وتعالى أعذر هؤلاء بمقدار أن يرسلوا من يستطلع الخبر ويرجع لهم ويخبرهم أن الإمام اللاحق منه هو وفي تأويل أو مصداق للآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ومن أهم الأمور من التفقه في الدين معرفة أصول الدين اللي من مصادق معرفة الإمام فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون زيان ذو لأجوا إلى المدينة هذا الوافد في تقية مثلا عندنا رواية أن المنصور العباسي حينما بلغه نبأ استشهاد الإمام الصادق كتب إلى والي المدينة شوف منه هو وصي جعفر بن محمد فاضرب عنقه وصلت الرسالة إلى الوالي الوالي سأل منه وصي جعفر بن محمد قال له لم وصي على خمسة النفر الأول المنصور العباسي الشخص الثاني والي المدينة الشخص الثالث أم حميدة أم حميدة أم الإمام الكاظم يعني زوجة الإمام الصادق الشخص الرابع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق الشخص الخامس الإمام موسى الكاظم طبعا الأذكياء من الأصحاب عرفوا منصور العباسي حاكم ظالم هذا ما يكون إمام حاكم المدينة حاكم ظالم هذا لا يكون إمام أم حميدة أو أم حميدة مرأة لا تكون إمام عبد الله الأفطح كان في رجله أو في رأسه عيب فطح الفطح إما في الرجل يصير تقوس في الرجل أو في الرأس والإمام لا يكون معيوب فمنه يبقى يبقى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام زين إسا الشاهد إسا هذا الكلام مفصل بس إحنا بعنوان الشاهد نريد نذكره هذا الوفد إجا أهم علامة لمعرفة الإمام اللاحق شنو هو العلم أهم علامة هي العلم مو المعجزة مو كذا مو كذا مو كذا العلم يكون عالم لذا إجا وسئله وعبد الله الأفطح لأنه تصدى للإمامة عبد الله يريد أن لا يعبد الله إسا هذا كان تقية كان صدق طامع في الإمامة هذا بحث آخر سئله مسائل شرعية ما يعرف المسائل أفتى بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى إسا متعمدا أفتى كذا ذا كان بحث آخر قالوا هذا مو صالح للإمامة لكن أكو مسألة وهي أنه العلم العلماء يعرفون أن هذا عالم هذه علامة ليه العلماء لعامة الناس الذين لا يعرفون المسائل العلمية الله سبحانه وتعالى جعل علائم أخرى هاي علائم ثانوية بس العلامة الأصلية النص هذا أولا شلون تكتشف النص بالعلم ما عندك ذيك القابلية أن تكتشف بالعلم أو الإمام في تقية مضطر أنه يسكت أكو علائم ثانوية أكبر ولد أبيه يكون الأحياء يعني تسأل الناس من هو الوصي يقول لك الوصي فلان هذه علامة هذه علائم ثانوية بس العلامة الأصلية شنو هي؟ العلم إذن في مسألة من أهم مسائل أصول الدين بعد التوحيد والنبوة اللي هي مسألة الإمامة العلامة هي العلم الإسلام اهتم بالعلم اهتماما كبيرا وبناء الإسلام على العلم لذا أنت لن ترى القرآن الكريم القرآن الكريم مليء بالاحتجاجات ما تشوف فيه كتاب آخر من الكتب الأديان احتجاجات وتراجع التوراة على خرافاته والإنجيل على خرافاته المحرفين وكذلك كتب سائر المذاهب والأديان تشوف أنه سرد هذه نعتقد كذا وكذا 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 لكن القرآن مليء بالاحتجاجات لماذا؟ لأن الإسلام لا يريد من الإنسان المسلم أن يكون اعتقاده بالدين اعتقاد حسب تعبيرنا عمياوي إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون ما يصير لذا الفقهاء يذكرون هذا في أول الرسالة العملية موجود أن التقليد في فروع الدين صلاتك صومك حجك بيعك شراءك نكاحك طلاقك كذا هذه فروع الدين هنا التقليد أما بمسائل أصول الدين ما عندنا تقليد الله موجود لا ما موجود تقول أبويا يقول الله موجود هذا ما يفيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله هذا النبي بأي دليل تقول أبويا يقول ما يفيد الإمام علي بن أبي طالب إمام أبويا يقول ما يفيد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشر العباد كلهم أمي تقول ما يفيد لازم يكون اعتقادك بأصول الدين عن دليل نعم العلماء يجيبون الدليل في قالب علمي برهان لكن العوام من الناس بالارتكاز يمكن ما يقدر يعبر تعبير عن دليله لكن مثل ذي شالعجوزة اللي كانت المغزل تحركه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسألها شنو دليلش على وجود الله ما معناه فتوقفت من تحريك المغزل كانت هذا المغزل الصغير إذا واحد ما يحركه ما يتحرك فكيف هذا الكون العظيم يعني هذا برهان النظم أو برهان الأثر يدل على المؤثر ستروح في الكتب العقائدية هذا مفصلي ومعمقي ومبينين إصطلاحات علمية كذا لكن الإنسان العامي هذا الدليل يفهمه هو هذا الدليل مثلا وهكذا بالنسبة إلى الإمامة بالنسبة إلى النبوة بالنسبة إلى المعاد بالنتيجة المسلمون حتى عوامهم بالأدلة الارتكازية العقلية زيان في أصول الدين ما عدنا تقليد لازم تكون عالم به ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه الإسلام واضح جدا هذا أي دين آخر ما موجود فيه فسألت أحد الإخوة في أمريكا هو قالت له ذولة القساوسة ما أدري كذا عندما تسألهم عن التثليث شنو يشرحون للناس فتشي في نفس الوقت اللي هو واحد يكون ثلاثة شلون يصير هذا هذا فتشي بديهي البطلان قال في الحقيقة إحنا أي قسيس همسائلي عن هذا هو القسيس أنه ما يقدر يشرح لنا يعني حتى قساوساتهم لا يتمكنون من فهم هذا المدلول هس أنت اترك العوام من الناس منهم أما بالنسبة للإسلام العقاية جدا واضحة حتى الأحكام مواضحة جدا بعثت بالشريعة السهلة السمحاء السهلة مو فقط في العمل حتى في العقيدة الله واحد لا شريكة لا الأنبياء كذا أنت لازم إجمالا تعتقد بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله وتفصيلا تعتقد بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله كذلك الإمامة كذلك المعاد يعني عقائد جدا واضحة وأدلتها أيضا واضحة في أصول دين أنت ميصر تقلد لازم بدليل يعني لازم تكون عالم إذا هم واحد قلد بدون علم فقد ارتكب معصية كبيرة حتى بعض العلماء أصلا يقولون هذا كافر أصلا لكن صحيح أنه مو كافر لكن ارتكب معصية لازم تعلم بالدليل لماذا هكذا لأن الإسلام دين العلم هس تعال علينا إحنا هذا الإسلام اللي هو دين العلم هل نحن عملا مو قولا بالقول خوكلنا شطار لكن بالعمل هل نحن هذا الشيء اللي هو أساس في الدين بل أساس الدين عندنا طبعا أساس ثاني اللي هو العقل ذاك بحث آخر هذا الشيء اللي هو من أساسيات الدين شنو دورة في حياتنا في الحقيقة أنه إلا القليل دوره في حياتنا ضعيف ولأن دوره في حياتنا ضعيف لأن هذا أساس الأساس إذا يكون ضعيف ما يبنى على الأساس أيضا يكون ضعيف يعني أنت عندما تريد تبني بناء هذا البناء المهندس يجيه يقول كم طابق تريد تبنيه إذا طابق واحد الأساس يكون كذا لكن إذا طابقيا الأساس لازم يضعف وهكذا وأهلهم جرة إذا أنت تريد تبني بناء لازم أساسي يكون مناسب لذلك البناء هل أساسنا مناسب للبناء اللي عندنا الجواب كلا مثلا كمثال على ذلك الروايات تحثنا على البطالعة وعلى قراءة الكتب القرآن الكريم أيضا كذلك يحثنا كثيرا على ذلك فيها كتب قيمة زيان ما هو دور الكتاب في حياتنا الكتاب من أهم وسائل المعرفة شنو دوره في حياتنا فالتقرير قبل سنوات قراءته عن إحدى الدول العربية معدل القراءة فيها لكل إنسان في السنة ثلاث دقائق معدل القراءة يعني كل إنسان ثلاث دقائق بالسنة والدولة الفلانية معدل القراءة فيها في اليوم ساعة وطبيعي هذا اللي باليوم ساعة معدل القراءة عنده اللي بالسنة يصير مثلا ثلاث مية وخمسة وخمسين أو خمسة وستين ساعة معدل القراءة عنده وهذا طبيعي أنه يتقدم على الذي معدل القراءة عنده ثلاث دقائق الدولة الفلانية في تقرير في السنة الفلانية قبل كم سنة قرأت التقرير طبع فيها أكثر من تسعين ألف عنوان تسعين ألف عنوان في الدولة أظن إسبانيا وفي تلك السنة بالتسعينات كان هذا التقرير اللي قرأته في جميع الدول العربية لم يطبع ألف عنوان جديد يعني عنوان كتاب طبيعي ذاك يتقدم عليك لأنه تمسك بأساس ونحن لم نتمسك بهذا الأساس مرة الوالد رحمة الله تعالى في الكويت عندما كان شوق الناس أن يؤسسوا في بيوتهم مكتبة يعني كل واحد من عندنا يكون طالب حوزة أو طالب جامعة مثلاً حتى يكون عنده مكتبة لا كل واحد في بيته يكون إلى مكتبة مصغرة قيل له وذول بعض الناس أميين ما يعرف القراءة والكتابة شنو يأسس مكتبة في كتاب بيته بعدين حتى لو يشترى كتب ما يقدر يطالع هاتصر زينة هذه الكتب في بيته فشنو الفائدة فأجاب الفائدة الأولى أنه يمكن هذا عنده في بيته ابن بنت زين شاف كتاب طلع قرأ منه صفحة استفاد مسألة استفاد كذا وبعض الأحيان الإنسان كلمة أو جملة أو كذا يكون لها تأثير مفصلي في حياته يكون بعض الناس بالسماع كلمة واحدة أو قراءة جملة واحدة تغيرت طريق فكرة أصلاً كل حياته تغيرت فهذا واحد من المتشيعين السودانيين ما أدري اسمه المعتصم أو المتوكل السماع الذكر بالضبط اسمه هذا شنو سبب تشيعه استمع إلى خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليهم وإلى كتاب بنور فاطمة اهتديت يعني استماع مقطع واحد أو مقاطع سبب أنه هذا يفكر تفكير قاده ذلك التفكير إلى التغيير لعله ابن أو بنت أو ضيف كذا يقرأ يطلع الكتاب بالصفحة استفاد جملة هذه غيرت مجرى حياته يمكن هذا أولاً الشيء الثاني سوق الكتاب يروج يعني عدنا كثير من المؤلفين تسأله شنو وضع كتابك يقول ماكو ناشر يطبع الكتاب زين ليش الناشر ما يطبع الكتاب لأنه ماكو شراء إذا أكو شراء بالسوق أفرض خمسمائة نسخة ألف نسخة صارت زينة للمكاتب لم يستفد منها لكن بقية النسخ استفاد منها هذي يحرك سوق التأليف سوق الكتاب بعض المؤلفين ألف كتاب وبعض ما ألف ليش ما تألف؟ ماكو سوق الكتاب إلى أهمية قصوى حتى الآن اللي العصر صاير عصر التكنولوجيا وسائل التواصل الكمبيوتر وما أدري هذه التليفونات التي فيها ما أدري يسموا واتساب وكذا هذه الأمور اللي يمكن الجميع له الكتاب لا يستغنى عنه برة كان كلامه يا أحد الإخوة قال خلص بعد صار عالم الفضائيات وهذه الفضائيات بعد تغني خطيب يجي ويتكلم أنت أي وقت تفتح التلفزيون أكو 20-30 قناة مثلا دينية وهذه القنوات الخطباء يتكلمون وكذا فبعد ما أكو حاجة إلى الكتاب قلت له هذا الخطيب شلون صار خطيب هذا الخطيب صار خطيب لأنه قرأ كتب درس كتب هذه البنية التحتية الفضائية والمجلس والخطيب وكذا هذه ابتني على بنية تحتية هذه البنية التحتية هي الكتاب فالكتاب لا يستغنى منه أبدا فلذا أولا احنا نتجه إلى القراءة الشيء الثاني نعلم أولادنا على القراءة لكل مرء من دهره ما تعود ما تعود ومن شبع على شيء شاب عليه لدينا أحد أقربائنا طفل صغير يعني طبعا لسه في الصف الرابع أو الخامس هذا في لمن كان أصغر جدا كان حرك جدا حرك سجلوا في مدرسة هذه المدرسة مدرسة خاصة لكن من شروطها أنه هذا الطفل لازم باليوم ساعة واحدة يطالع تعلموا على المطالع هس هو في الصف الثالث مدرس الرابع ملتزم حتى لمن ماكوا مدرسة وأيام العطلة الصيفية وكذا اتعلم بعد إذا ماكوا كتاب يطالع مثل في الطفل أفرض مثلا ما يشوف أفلام الكارتون شلون مثلا خلقه يضيق هالشكل تعلم على ذلك من شبع على شيء شاب عليه احنا أولادنا الصغار كذا احنا علمونا آبانا أمهاتنا أن نحضر في المجالس إذا واحد ما حضر فترة للمجلس يشعر أنه كأنه هناك مثلا نقص ليش لن تعلم على هذا وإذا الإنسان تعلم على شيء حتى لو بعديا فكرة يتغير جدا فيه صعوبة أكو بحث أنه لماذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء ارتدوا على الأعقاب شافوا الرسول وشافوا معاجز الرسول في يوم أحد شردو في يوم حنين شردو في خيبار هزموا بعد الرسول انقلبوا على عقابهم في أحد نزلت هذه الآية بسيئة مخاصة بأحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله والشاكرين لماذا انقلبوا على العقاب الجواب لأن هؤلاء أسلموا على كبر عبر 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة كلها قضاها بالجاهلية هل سألان يجي أسلم حتى لو إسلام عن قناعة مو إسلام مو إسلام عن طريق مثلا أفرض الموجة العامة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه إجت موجة عامة وكلهم أسلموا لا أكو قسم عن قناعة أسلم واقعا أسلم مو كذب حقيقة أسلم لكن في بعد الرسول انقلب على الأعقاب لماذا لأن هذا قضى عمره بالجاهلية فتطبعت نفسه بطباع الجاهلية هل سألان صحيح أسلم لكن العادة ما تغيرت لذا عندما يصير مفصل حساس أزمة كذا ذاك الواقع الجاهلي يبين أثره زين فالإنسان يعلم نفسه ويعلم أولاده على القراءة يهيئ مكتبه في بيته يشتري الكتب الجديدة يطالعها يشوق الآخرين على المطالعة ويستمر في ذلك حتى إذا صعب علي لكن الإنسان يمكن يقدر بالصعوبة يواصل الأمر إذا إحنا قدرنا أن نواصل ونعمم ثقافة المطالعة العلم راح ينتشر وماكن واحد يستغني عن المطالعة حتى أعلم العلماء وقل ربي زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالإنسان كلما طالع علمه يزداد أكثر حتى له أعلم العلماء لأن في المثل العلم يخاطب الإنسان يقول له أعطني كلك أعطك بعضي حتى بالنسبة إلى الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام عندنا روايات متواترة أو مستفيضة أنه عدهم الله سبحانه وتعالى علمهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن بالنسبة إلى الحوادث وأيضا علمهم التشريع كل الحوادث الماضية والحالية والمستقبلية علمها الله رسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام وأيضا الشريعة علمها كلها لهم إما مباشر أو بواسطة الرسول صلى الله عليه ولك ما قال أمير المؤمن علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب لكن عدنا أحاديث أنه في كل ليلة جمعة أرواح الرسول والأئمة الماضين والإمام الموجود رواية صادرة عن الإمام الصادق والباقر كذا هذه كلها تذهب إلى العرش وتطوف حول العرش فالإمام يقول فنرجع بعلم مستفاد علمهم يزداد لأن علم الله سبحانه وتعالى لا نهاية له ولأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول على عظمتهم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى محدودون لأنهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى فعلم الله لا نهاية له وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وعلم التشريع محدود لكن الله سبحانه وتعالى يزيدهم علما قد الغريب لولا أن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام قائلين هذا الكلام إحنا ما نتجرأ على قوله الإمام يقول ولولا ذلك لنفذنا علمنا يخلص لولا أنه في كل ليلة الجمعة أرواحنا تذهب إلى العرش فترجع بعلم المستفاد هو يسأل الإمام زين الإمام الموجود يروح بس ليش لأئمة الماضين يرحون أيضا أرواحهم يقول لألا يكون آخرنا أعلى من أولنا لأنهم في العلم سواء ما يصير الأخير يكون أعلى من السابق لولا ذلك لنفذ الإمام المعصوم يحتاج إلى أن كل ليلة الجمعة الله سبحانه وتعالى يفيض علي من العلم هذا العلم هو أحلى ما ندري ولا أنه في مستوان أن ندري وحتى إذا يشرحون إنهم يمكن ما نفهم لأنه هذا فوق مستوان بلا تشبيه مثل أنت تريد للطالب الصف الأول تريد تشرح له المادة الموجودة في الجامعة ما يفهمها هذا طبيعي ومستوان بالنسبة إلى إما هذا مستوى أكثر من هذا بكثير كقطرة أمام بحر بل أمام بحر فما كواحد يستغني عن العلم وعن زيادة العلم من المهدي إلى اللحد فلذا علينا أن نطلب هذا العلم علم الدين وعلم الدنيا أيضا سأقل عن علم الدين هل قد أكو بحوث دينية موجودة ما مسموعة وموجودة في الكتب أنا أحيانا بعض الأحيان عندما أطالع أشوف بعض المطالب اللي أنا لا سامعها من خطيب ولا سامعها من أحد ولا كنت أدري وموجودة في الكتب بالمطالعة اكتشفت هذا المطلب موجودة هذه الأمور الإنسان يستفيد في عقيدته في علمه وخصا في هذا الزمان هذا الزمان الغربيين خاصة لأنه عندهم ثقافة العولمة يردون أنه كل العالم يكون على طريقة ثقافتهم سابقا بالعنف كانوا يجون بالسلاح وكذا فشلت الطريقة الآن بالقوة الناعمة حسب تعبيرهم القوة الناعمة تعميم ثقافتهم إلى العالم القوة الناعمة يعني الأفلام وأفلام الكارتونات والكتب والروايات والمسلسلات وما إلى ذلك مهتمين اهتمام كبير بجانب العلم والمعرفة سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لنا سأذكره بين قوسين أحد الأخوة نقل يقول أنه هذا واضح أن الإسلام بطبعه والثاب الآن في هذه الأيام اللي إحنا الآن موجودين على رغم أنه قسم من أدعياء الإسلام يخربون سمعة المسلمين في العالم بإرهابهم بقتلهم ببشاعتهم وبقية المسلمين حتى المتدينين منهم أيضا بالنسبة إلى الغربيين صناعيا وعلميا وكذا متخلفين يعتبرون لكن مع ذلك الإسلام أكثر الأديان انتشارا في العالم شنو السبب؟ السبب هو قوة الإسلام الذاتية الإسلام بذاته قوي والثاب زين هسا أفرض في أمريكا هم يدعون الديمقراطية والحرية وكذا ما يقدر يمنعك من أن تأسس مسجد أو تطبع مجلة أو تطبع كتاب أو تأسس فضائية أو تلفزيون أو كذا أو أن تبلغ للدين ما يقدر يمنعك زين لكن كيف يحصن شعبه شلون يحصن شعبه حتى لا يصيرون مسلمين عداءهم مع الإسلام مو عداء يوم ويوميا من الأيام الحروب الصليبية وبل من اليوم الأول عن طريق الكتب أحد الأخوة نقل لي قبل ثلاث أو أربع سنوات يقول خلال الثلاثين سنة الماضية ألفوا عشرة آلاف كتاب ضد الرسول محمد صلى الله عليه وآله مرة واحد يجي يشتم ويسب وكذا العالم الإسلامي ينثار ومظاهرات تطلع وكذا هذا أمر واضح لكن مرة يجي بالذكاء ذكاء شيطاني يعني النكراء اللي يعبر عنه الرواية حشرة آلاف كتاب لنسفة شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وميهين وكذا يقول طريقة علمية ومن جالم مختلف ليش حتى يصور لشعبه أن هذا الرسول مو نبي لأنه الإسلام يتوقف على الرسول أنت أي حكم من الأحكام أو أي شخص من الأشخاص إذا أنكرته ما يأثر على الإسلام لكن الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو الواسطة بعد يعني إذا أنت أو ذاك الملعون مثلا إجي وخلى علامة سؤال حسب زعمه على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله زين إذا هذا الشخص كذا وكذا وكذا ومع الأسف هم كتب العامة مليئة بالأكاذيب على الرسول صلى الله عليه وآله يستشهدون بها أن هذا الرسول للإسلام كذا وكذا وكذا عشرة آلاف كتاب يثقف ويحصل مجتمع عد يجي ويانهم بطريقة أخرى بسهل مو بطريقة مباشرة بشتم الرسول صلى الله عليه وآله بالضرب أساسيات الدين حس هذا هم بيتفصيل آخر في وقت آخر قد نذكره زين ذاك دا يستفيد من السلاح دا يستفيد من سلاح العلم أو ما يصوره علما في باطله إحنا ليش لا نستفيد في حقنا هسه إحنا أنا مو مؤلف مثلا بس أقدر أطالع لماذا لا أطالع لماذا لا أحصن نفسي هاي الأمواج اللي دا تجي الآن بعد الآن لا يمكن منعها سابقا أفرض بالسعودية يمنع الكتاب كتاب ممنوع وزارة الإعلام هذا كتاب رافضي ممنوع هذا كتاب غربي ممنوع هذا كتاب كذا ممنوع بس الآن يمكن المانع ما يمكن أي كتاب ممنوع تقدر تجده في الأسواق هسه الكتاب منعه الانترنت هذه الكتب موجودة في ملفات كذا في الانترنت الانترنت هم أغلقاء أكو طرق ملتوية هذي هم منعات هذا يسافر مو أنه ما يسافر هذا المواطن يسافر راح إلى لبنان راح إلى بلد آخر راح إلى أمريكا إلى بريطانيا هناك هي الكتاب هذه الوسائل بعد لا تجدي أنت ما تقدر تمنع ابنك إلا أن تحصنه مرة قراءت يقول أنه الإنسان عندما يتنفس إحنا الآن جالسين هنا نتنفس في أكثر الأماكن تعقيما اللي هي المستشفيات بكل نفس عشرات الجراثيم تدخل في جسم الإنسان يعني إحنا قاعدين الآن هناك ومو مستشفى ولا وسائل التعقيم مستفادة يمكن بكل نفس مئات الجراثيم تدخل في أجسامنا لكن هذه لا تؤثر لماذا؟ لأن الجسم إلى حصانة كريات البيض أو غيرها المناعة اللي موجودة في جسم الإنسان هذه المناعة تقضي على هذه الجراثيم وبعض الأحيان شوية الجراثيم قوية يصير حرب بين الكريات البيض وبين الجراثيم مظهر يكون المرض هذا المرض مظهر الحرب بين الجراثيم وبين الكريات البيض والدواء يأتي عامل مساعد بعض الأحيان جسم الإنسان يفقد المناعة هذا مرض الإيدز أجار الله المؤمنين منه هذا المرض شنو هو؟ لون هذا المرض جسم الإنسان يفقد المناعة فأقل جرثومة تدخل في جسم الإنسان قد تقضي على الإنسان إذا أنا ما أحصن ابني ما أحصن مجتمعي ذاك دا يعمل أهل الباطل لا يعملون أكفت مثل ياباني لطيف يقول أنت دائما لازم تكون في حالة ركض دائما تكون في حالة ركض لماذا؟ لأن الآخرين دا يركضون إذا أنت توقفت يسبقوك فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم حسا بشكل مختصر كل واحد من عندنا يأسس مكتبة ولو صغيرة في بيته يحاول أن يطالع يحاول أن يعلم أولاده بناته على المطالعة ويحضر في النوادي العلمية حتى يكتسب علما وهذا العلم هو أساس لكل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين تسكي النفوس بأعبق البركاتي تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تارويين الطاوح من الأشياء ؟ إن